اشتركوا في القناة وعايزنا نجال حاكملو مرتو المطاود ده اللي في العيلة دي هتلقى ما تسوسلو في مكان لما اروح اشوفو ليه يا اخي بتقطعو يا اخي خبرية حاج دوي ليه يا اخي قطعتو يا اخي ليه بتقطعو كده حاج عب ناصر ما فيه عربود يا حاج دوي برضو كده حاج عب ناصر عن زرع عنه لك احنا خبرية ما انت جاعد كده وعلى طول دايما هوايلكم دي كده لا هوايل تتعبف شوالي عب ناصر اه ليه الجرس دي كل يوم كده عراك انت والمراه اشياء لالله يبارك فيك فاطر احسن كل يوم كده الحديث والكلام يا حاج دوي مش بتجرساو طب ايه يا اعمال طب ايه اللي حصل يا بوي المشكلة دي عليها طب يا بوي انا اي مشكلة بتحصل بيني بينها مبت المحروق دي العيب مني يكون انا اغلط في حاجة ما لكن مش كده يا حاج دوي عيب كام مشكلة تحصل معاك زي كده ونروح نردكم ونصالحكم طب يا بوي ادعمي المشكلة الاخيرة دي لو غلطان العيب بتعيبوا الناس يا بوي ما كسروك قبل كده اخوانها ما مرة كان مرة تغلط فيها وياجيب اهدلوك ويضربوك دي لبيت الواطي دي لسه البيتهم عندي بيت الواطي دي لبيت الواطي دي لبيت الواطي أصلا وبتجيب الاساءة لنا يا واد عمي بيقولوا دا ملهوش ناس عيب هم بيقولوا كام ايوة ما تحرجناش معاك يا حاج دوي عيب واتلم وانا يا عنا حرجك يكون خط بندقيتك انت وحلكت معاي ما تكلم كلام عندي الاخي ده بيه اللي حصل المرة دي المرة دي يا واد عمي كان في فرح بيت بسيوني ايوة سمعت بي عارف بسيوني ايوة عارف المرة راحت من يدان العصر الكوفير تتحفف تمام من يدان العصر جات مت مكي يجي وحاطة روج ومحنت فا حواجبها محنت فاها واخدودها زي التفاح لحمل ما بوي هي العروسة يعني عشان ما تغلطنيش وادعمك انهار دا انت الحريم الحريم دي حاج عبناصر الواحدة لما تروح لها فرح تبقى على سنجة عشرة يا اخي المرة الباردة اللي سنانها كلها مكسرة يا اخي ها عاريت تروح عند فرح بتشوقي الاسبوع الفات تقول لها الوادي بتاعي دي ايه يا قال شغلينا قال اغنيت اباح ما تخدني الكوفير اباح ما تدفعني كتير وترجس لي كده وتترجس طب دي هوايل ولا مش هوايل علينا على ابونا بحق قمارة باردة صحي حاج ما عندي هدم الحريم المتجوزة دي ليه تترجس في الافراح عايزالك عريس يا اختي ضمان ما شغلتش لك انت الاغنية دي ولا مرة كده اه ما شغلتش لك الاغنية دي ولا مرة شغلتني اغنيتها يا ابوي اغنيتها شغلتها انا يا ابوي بس كان كل ما قل لها يا اخبارك واجرب منيها تقول لي تتناهوض تقول لي افتكر جدت اللي يرحمها ولو قلتك انت على كده لو قلت لها شغلية لاغنية تقول لك يا راقدين تحت الطراب يا راقدين تحت الطراب بدت المحاروق وبعد كده يا عارف يا حاج عبد ناصر دي 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 مرة بدت المحاروق بتستخسر فيه حتى اسباع الروجة جبوا ثلاثة جنيه اتشيلوا وتخلي الله افرح وعندي انا تاجيني بشلاليفها بشلاليفها كده زي كوتش العربية تاجيني يا اخي ليه دي هوايل علينا وعلى ابونا ولا مش هوايل حريم قليلة ادب المرأة المتجاوزة وترقص في الافراح قليلة ادب ولا مش قليلة ادب لا قليلة ادب يا حاج طب انتهي خطبوكي تاني يا امع رقيب يا امع رقيب يا بيت الكلب بس بيني ما بينك يا وضع امي انت راجل مسيب السايب في السايب انت راجل ساهل طب يا ساهل يا عبد ناصر هم بقول لك كل ما بتكلم معها بتروح تقول لاخوانها واخوانها دحوش بيحلقوا علي ايه وماليعة محمد قوية باخوانها ايه قلت الادب دي يا اخي قالت شوف الحريم هي وراحة في الافراح والله ما بيعرفها ان انا انا مش بيعرف ان هي اخي بيبقى على سنجة عشرة قالوا تتتو بتتو طب وجوزك المرزوح في البيت اللي يدفعلك مهر وبياكلك وطفحك انت والعيال مش اوله هو تتبضري له المفروض ام ماليعة اه ايوه حقها ليه التبرج في الافراح وليه الراكس واحدة متجوز انت وحتى لو مش متجوزة اخي الراكس بيقلقي متى المرة ولا مش بيقلقي متى يا حج عبناصر وي ها بيقلقي متى هم ماليعة المرة قاعدة زي البقمة في البيت وجنة وجنة وفرح قال لابا احمد قاعد ابا احمد في عينك وعين ابوك يا ابنت الكلب تشوف لي حل حج عبناصر في الموضوع ده اشوف لك حل ازاي يا حجدوي اذا كان انت محكمهاش وصيبها لايطة في الافراح ححكمها لك انا طيب انت مش لها قربة فيك وي لها قربة لكن انت اولى على حكمها اه انت جوز هي انا يا ابوي الشرطي الوحيدة فراح مش هتطلع تاني اه كلام كده مش بتنفذ والمكيجات اللي بتحطها يا ورايح الفرح تحطها لي انا هتجوز عليها اه دي ما تخش علي الوضع يا اخي بحس عبد الحميد وادخالتي داخل علي اه الكلام ده مخلق شاء الله غير تقوله لو ادعمك عند اخوانها بيجيك سد الحنك اه شوف الحل شوف الحل لحاج عبد ناصر اه عشان خلاص جاب الجاز عليه النعمة بنعمة ابناء يعني بص اخلي سورتها تاجي على الانترنت زوج كتل زوجته لا خلاص اه حاضر حروح اشوف لك الموضوع دي بس شد حيلك انت في الحكم عليها شوي اغرف اه هي طالما المرة عملت تتوب اه ايو فيها فايدة تاني يا عبد ناصر اروح اشوف لك الموضوع دي طالما عملت تتو في رقباتها فيها فايدة تاني هتمفع هتمفع دي تاني لابدأ ماتمفع طالما رقصت في الافراح هتمفع هشوف لك الموضوع دي طالما رقصت على مهرجنات ومتجوزة المرة اه فيها فايدة حاضر حاضر يا بنت المتول حاضر المربيتك وعلمتك الادب وخليكتك طلقتك وخليك خليتك تبيعي منادير في الاشارات لا تقولي تضوي ولا حاج انا اللي زي ربنا يعينه دخلت لعبة وهي خسرانة ضربوا الاعور قل على عين وضحك وقال خربانة خربانة رايح وين يا حاجدوه ايه فيه خربانة عليك يا وادعمي ليه اخوانهم مش حدتوا قلبين البلد عليك ليه يابوي عايزين يكسروه يكسروناك ايوه ليه بيقولوا قال فيه مشكلة بينك وبين امش حدتوا طب انا حكيت لك يا وادعمي من شوية ايوه دي مشكلة تاني يا بول مشكلتها بيقولوا قال طلبت منا خمسين جنيه عشان تعمل تتو اه انت حلفت عليها يا يمين ومارديش تديها لها تديها الخمسين جنيه اخوها مين فيهم اللي قال لها اتنين صابر وعمدان صابر ايوه قال لك عايزة تعمل تتو ايوه الله يخرب بيط ابوه ابو عا تقول لهم وضوي هنا الحق لقالة بزوغة عيالة ديهم برشة يا خاد عمي لقالة بزوغة توق من البلد خالص روح انا قلت لك الحاكم الهي مفتني يا عبد ناصر ايوه يا اخوش اللي قال دي لقالبين علي البلد يا وادعمني اما ليه هاي سايبوك بالساهل ياه امروح الديني المواضيع وادعم اللي بارك فيك اه ابو سيدك اللي قال دي غشيمة اللي روح يكون نهايتي على يديه اللي انت مش راجل ياه انا راجل ياخي بس الكترة غربت الشجاعة اخدها ها ديها مين جنيه بنت المحاروق قل لها هادي خمسين جنيه تتوف وخمسين جنيه تعمل بها حواجبها وامرنا لله شو فيها اخر راجل من دلدل العنق البارد ده اها عيش من دلدل بلده المموت روح 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 عشان قلبين الدنيا علي روح روح جرستني جرست عيال عمه لا بروح يلا خلي عندك شهامة روح توقع الله قل لها خل تعمل تتوف ولو صلحت الموضوع اتصل عليها اجي عبد ناصر راية باركو